هل الأفضل اليوم؟ لأنه في أندية كثيرة هي أندية في نوادي تكون إن صح التعبير شاملة يعني أنا بودي إذني على هذا النادي أو على هذه المدرسة أو على هذا المركز فهو بيروح إما يوميا أو ثلاثة أيام بالأسواة بغض النظر لكن هو بيقضي مثلا أربع خمس ساعات هناك ساعة بتكون تعليم دين دراء قرآن مثلا ساعة بتكون لغة، ساعة بتكون ترفيه، ساعة بتكون رياضة متنوعة وممكن يعلم بعض المهارات زي سباحة ورماية مثلا وما إلى ذلك لكن هو خلينا نقول نادي شامل عامل مجموعة من الأنشطة المنهجية وغير المنهجية بدو يعطيها خلال شهر أو شهرين ولا أروح بابني على شيء مركز أنا أروح فيه على نادي خيل خلاص على نادي رماية، على مركز رياضيات إذا كان مثلا هو ضعيف في الرياضيات مثلا زي ما تحكيت قبل شوية أنه الأفضل برأيك؟ شخصيا أنا أفضل المركز المركز؟ لأن العطلة الصيفية هي شهرين ونصف فإذا نحن علمنا الطفل وهذا شخصيا يعني الأمر هذا صح وهذا صح ما فيه غلط يعني اثنيناتهم صح لكن شخصيا أنا أفضل المركز لأن العطلة شهرين ونصف فهو شهرين ونصف يعني دوبنا نتعلم فيهم مهارة واحدة أما إذا نحن سجلنا سباحة وسجلنا رماية وسجلنا خياطة وسجلنا فنحن نأخذ منها شيء بسيط لكن ما رح نتقن هي المهارة فشهرين ونصف تكون كافية لأني أنا أتعلم مهارة واحدة يركز عليها وهذا كان ديداً للسابقين أنه يركزوا على مهارة واحدة حتى ابن خلدون في مقدمته ذكر أنه تعليم الأطفال ينبغي أنه نحن نبدأ بتعليم واحد لحتى الطفل يتمكن منه ثم ننتقل إلى غيره جميل فأنا أفضل التركيز على مهارة واحدة يتعلمها الطفل ويتقنها ويتملكها ثم أنتقل لغيرها أما النوادي اللي بتكون شاملة لكل شيء ففعلياً الطفل بتسلى بيروح عن نفسه لكن غالباً ما بيطلع متمكن من هاي المهارة شكراً للمشاهدة